أهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نسأل عن حالة الجو أو الطقس أول حاجة علشان نسأل عن حالة الطقس لازم نستخدم أداة استفهام فأنا هنا عندي أداتين استفهام الأولى what وwhat معناها ما أو ماذا what's the weather today يعني ما حالة الطقس اليوم في السؤال التاني هنستخدم how وhow معناها كيف فهنقول how is the weather how is the weather يعني كيف حالة الطقس يبقى السؤالين دول بنستخدمهم علشان نعرف حالة الطقس إيه النهاردة لما نيجي نجاوب هنقول إيه يا حلوين هنقول it's it's يعني إنه على سبيل المثال عندي الصورة قدامي الجو مشمس فهنقول it's sunny it's sunny يعني إنه مشمس ودي طبعا جاية من كلمة sun اللي هي الشمس فهقول it's sunny طيب لو كان الجو مش مشمس وكان على سبيل المثال غائم يعني فيه غيوم هنقول عليه إيه it's cloudy it's cloudy it's cloudy it's cloudy جاية من كلمة cloud اللي هي سحابة أو غيمة فهنقول it's cloudy يعني إنه غائم نروح لحالة تانية من حالات الطقس واللي بيكون الطقس فيها عامل إيه؟ بيكون في مطر فهنقول it's rainy it's rainy it's rainy دي جاية من كلمة rain اللي هي الأمطار وأضفنا لها ال-y فبقت adjective أو صفة وصفت لنا الجو إنه هو ريني أو ممطر بعد كده هننتقل لحالة تانية لما يكون الجو فيها في تلج يعني rain أمطار إنما snow تلج فهنقول it's snowy it's snowy it's snowy يعني إنه مثلج يعني فيه تلج فيه الجو بتمطر تلج بعد كده هنروح للطقس لما يكون فيه رياح لما يكون فيه رياح هيبقى إيه؟ هيبقى عاصف عاصف أو فيه رياح يعني windy 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 هقول it's windy it's windy يعني الجو عاصف أو فيه رياح ممكن تكون فيه حاجة أشد من الرياح اللي هي العواصف الشديدة ويكون الجو عاصف جدا فنقول it's stormy it's stormy it's stormy يبقى نقول windy لما يكون فيه رياح لما يكون فيه عاصف هنقول it's stormy it's stormy يعني إنه عاصف وكده نكون اتعلمنا إزاي نسأل عن الطقس وكمان نجاوب ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للقناة ونشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلام